اشتركوا في القناة على قناتنا على اليوتيوب والاسئلة اللي جات لنا يعني انا هبدأ حلقتي النهاردة باستفسار منكم جالي مسألة مهمة جدا موجودة عندنا في الكتاب وانا سعيدة بالموضوع ده لاني ده معنا كده ان فيه ثقة او فيه بقى فيه جسر ثقة ما بيننا وما بين بعض بدأت تسقف الاجابات اللي انا ببعتها لكم وبالتالي بدأت انت تبعتوا الاسئلة وان شاء الله في كل حلقة من حلقتنا هنرد على استفسار لكم طبعا المسألة بتاعتنا النهاردة تعتبر مسألة حلوة جدا وعجبتني جدا اول مجالي رقم المسألة ورقم الصفحة والطلب مني اكتر من مرة ان انا حلها طبعا انا قلت في اول وحلقة لنا ان شاء الله مع بعض هحللكم المسألة دي اتمنى ان شاء الله ان انتوا تفهموها كويس ولو فيه اي استفسارات ابعتولنا وان شاء الله في حلقات جديدة باذن الله هنحلها مع بعض طيب نبدأ مع بعض حلقتنا في طريق النجاح واول مسألة مع بعض المسألة بتاعتنا دي من مسائل تكاليف الانتاج اللي احنا تعودنا عليها على الماكينات المستصيلة لان احنا بننهي الباب التاني بتاعنا في الترم الاول بتكاليف الانتاج على الماكينات المستصيلة المسألة دي جميلة جدا وعجبتني جدا وبشكر الطالب او الطالبة اللي بعتها لنا التمرين ده موجود رقم خمسة صفحة 78 واحنا منتفين ان احنا بنقول الرقم علشان خاطر اللي بيحب يرجع دايما لكتاب المدرسة بتقول لي ايه المسألة دي بتقول لي يراد تشغيل 150 دستة بلوفرات رجالي يعني العدد بتاعي 150 دستة طبعا احنا معرفين دايما ان الدستة بيقى فيها 12 قطعة الا اذا هو قال لي ان الدستة فيها 10 لكن هي طبيعي ان الدستة بيقى فيها 12 بلوفرات رجالي بعرضي 50 سنتي وطول 70 سنتي ويحتاج البلوفر بتاعي الى قطعتين يعني طول البلوفر 70 سنتي ولكن قطعتين ايه هما القطعتين بقى واحدة للصدر واخرى للضهر يعني واحدة للصدر 70 سنتي والاخرى بتاعة الضهر برضو 70 سنتي الماكينة جوجة 10 انجليزي والابر من الوجين يبقى الجوجة بتاعي 10 انجليزي والابر من الوجين قال لي ترتيب الابر اه دي بقى الفكرة الجميلة بتاعتنا ان قال لي فيها ترتيب ابر لا ده مش بس كده ده قال لي ترتيب إبر للواجه الأمامي وللواجه الخلفي طب نشوف كده ترتيب الإبر قال إيه قال لي ترتيب الإبر للواجه الأمامي إبرة داخل الشغل وإبرة خارج الشغل تمام يعني ترتيب الإبر للواجه الأمامي إبرة وإبرة تمام طب والواجه الخلفي إبرتين داخل الشغل وإبرة خارج الشغل يعني الترتيبين مختلفين طبعا لو كان الترتيب واحد كان سهل علينا لكن كون انه هو عاملي ترتيب للواجه الامامي مختلف عن ترتيب الواجه الخلفي يبقى الطبيعي ان انا على طول اول فكرة هتجيلي في دماغي ان انا هحسب عدد الابر في الواجه الامامي الوحدها وهحسب عدد الابر الشغالة في الواجه الخلفي الوحدها وهجمعهم مع بعض يبقى ده كده التوتل بتاع عدد الابر الشغالة ما ينفعش ان انا هطبق قانون العرض بالسانتفين على خمسة ليه؟ لان ده معناه ان الابر كلها شغالة ولو انا حطيت ترتيب هحط انهي ترتيب الوجه الامامي ولا الوجه الخلف يبقى اول حاجة في قطوات الحل بتاعتنا هلازم اعرف ان انا عندي ترتيب ابر للوجهين يبقى انا هجيب عادي الابر الشغالة للوجه الامامي لوحده وعادي الابر الشغالة للوجه الخلفي لوحده وبعد كده هجمعهم مع بعض طيب نكمل بقية المسألة بيقول لي كمان متوسط طول الغرزة 75 من 100 سنت نكمل مع بعض لا ده صعبها علي كمان قال لي الخيط رقم 300 دنيار وحنا عارفين ان الدنيار ده بيبقى ليه قانون مختلف عن قواننا لا ده صعبها اكتر وقال لي سمن الرطل منه 17 جنيه حد يقول لي طب احنا ما بنيجي نجيب الوزن للدنيار هجيبه يا اما بجرام يا اما بكيلو جرام اللي دخلنا ان هو يقول لي ثمن الرطل هو صعبها بقى فاحنا هنحاول نحلها مع بعض بس نقب بالنا انها سهلة جدا يعني كل الحكاية بدل ما هجيب الوزن بالجرام ولا بالكيلو جرام هعمل التحول بتاعي في نفس القانون وهطلعه بالرطل يعني انا مش محتاجة اي خطوات زيادة كل اللي انا محتاجة ان انا هبقى حافظة الجدول الموازين بتاعي ازاي احول من جرام الى رطل تمام عندي عدد قصة والسانتي عشرة واستهلاك الخيط 4% ودي طبعا حاجة احنا عارفينه ووزن خيط الكوت للبلوفر الواحد 15 من ميرة ايه الكوت ده لوالي يقات الاساور بتاعتي طيب نكمل مع بعض قال لي الاجور والمصاريف قال لي اجرة اللف والتدوير للرطل 1 جنيه اجرة اللف والتدوير للرطل 1 جنيه اجرة التشغيل للبلوفر الواحد 3 جنيه اجرة تشتيب الداستا يعني هيشطبولي الداستا ب15 جنيه الارباح 25% من جملة التكاليف المطلوب بقى اه مطلوب حاجات كتيرة جدا المطلوب اول حاجة وزن الخيط للبلوفر الواحد بالرطل عايز وزن البلوفر الواحد تاني حاجة عايز وزن الخيط للكمية كلها طبيعا انا بعد ما اجيب وزن البلوفر الواحد هجيب وزن الخيط للكمية كلها عشان ابدأ اجيب له التم عايز بعد كده جملة التكاليف وسمن بيع البروفر طب نحضر مع بعض بقى كده ورق او قلم عشان هنشتغلها مع بعض انا حبيت ان احنا نشتغلها مع بعض كده بالورق او القلم والقلم تبقى معنا عشان نبقى خطوة بخطوة مع بعض طيب اول حاجة عندي هجيب عدد القطع بتاعتي هو قال لي اول حاجة في قطوات الحل عدد القطع هتساوي انا عندي قال لي 150 دستة مظبوط كده 150 ضربناهم في 12 عشان انا عندي الدستة فيها 12 قطعة يبقى عدد القطع بتاعتي اللي انا هجيب لها وزنها بعد كده 1800 قطعة يبقى اول حاجة فكيت 150 دستة دول لقطعة ضربتها في 12 ليه ضربتها في 12 لان انا عندي الدستة فيها 12 قطعة يبقى 150 في 12 طلعت لي 1800 قطعة تمام طيب هو طول البلوفر الواحد بقى عشان نبقى عارفين قديه بقى ايوة طول البلوفر الواحد هاي ساوي انا عندي البلوفر قطعتين تمام القطعة 70 يبقى 70 في 2 ب140 سنتي كل دا انا بجهز المسألة للحالة انا رسا ما حلتش حاجة يبقى اول حاجة جبت عدد القطعة درابت 150 دستة في 12 تلعولي 1800 قطعة بعد كده جبت طول البلوفر الواحد قال لي عندي قطعتين والقطعة 70 يبقى 70 في 240 طيب ابص بقى للمسألة هو قال لي فيه ترتيب ابر يبقى هقول له ترتيب الابر للوجه الامامي اه قال لي الوجه الامامي ابرة وابرة يعني ايه ابرة وابرة ابرة تعمل وابرة لا تعمل يبقى واحد زائد واحد هتساوي اتنين دي اسمها مجموع الاجزاء للابر تمام طيب وعندي كمان ترتيب الابر للوجه الخلفي الوجه الخلفي قال لي ابرتين داخل الشغل زائد ابرة خارج الشغل يبقى اتنين زائد واحد هتساوي كام تلاتة من مجموع الاجزاء دي انا هجيب عدد الابر الشغالة في الوجه الامامي ومن مجموع الاجزاء دي انا هجيب عدد الابر الشغالة في الوجه الخلف لازم كل خطواتنا تكون مدعمة بالقانون القانون بيقول لي العرض بالسانتي في 2 على 5 في الجوج في عدد الاوجه ده القانون هعوض يلا العرض بالسانتي عندي 50 في 2 على 5 الجوج بتاعي 10 عدد الاوجه هواج واحد ايه ده طب حد يقول لي ده المكنة شغالة وجهين لا انا بجيب عدد الابر الشغالة من الاول للوجه الامامي يعني وجه واحد يبقى في واحد لا ده لسه ده انا هضرب كمان في واحد على اتنين الواحد الواحد اللي هو الشغال ده مش هو ده اللي انا عايز اجيبهه طب وما للواحد التانية ده مالوش اي لازمة لانه غير شغال وهاخد مجموع الاجزاء اللي هو اتنين هتساوي 100 ابر يبقى عدد الابر الشغالة في الوجه الامامي طلعت لي كام 100 طب هجيب نفس القانون لعدد الابر الشغالة في الوجه الخلفي بنفس القانون ها العرض 50 في 2 على 5 في الجوج 10 في عدد الاوجه هو 1 ها اضرب انهي ايه ايوه انا عندي ترتيب الابر للواجه الخلفي اتنين والواحد مش شغال يبقى مالوش اي لازمة يبقى في اتنين على تلاتة بضرب فوق الابر الشغالة وتحت مجموع الاجزاء طب والابر اللي مش شغالة يا مس دي مش شغالة مالهاش اي لازمة عندي ما بعملش بها اي حاجة هتطلع لي 133 ابر طبعا لو طلع فيه كسور ما بناخدش الكسور باخد الرقم الصحيح لو هو اكتر من الكسر يبقى انا عندي عدد الابر الشغالة من الوجهين هتساوي هنا كان 100 ابرة وهنا 133 هتساوي 233 ابرة يبقى انا استعرض كده بسرعة اللي احنا خدناه خدت اول حاجة جبت عدد القطع عدد القطع 150 دستة والدستة فيها 12 يبقى 150 في 12 طلع لي 1800 قطعة بعد كده جبت طول البلوفر الواحد عندي البلوفر قطعتين والقطعة الواحدة 70 يبقى 70 في 2 بمية واربعين سنت طيب عندي بعد كده ترتيب الابر للواجه الامامي قال لي ابرة داخل الشغل وابرة خارج الشغل يبقى واحد زائد واحد هتساوي اتنين زي ما عملت للواجه الامامي هعمل ترتيب الابر للواجه الخلفي يبقى ترتيب الابر للواجه الخلفي اتنين زائد واحد لانه هو قال لي اتنين داخل الشغل وواحد خارج الشغل يبقى اتنين زائد واحد هتساوي تلاتة عدد الابر الشغالة هاخد بقى للوجه الامام الوحده والوجه الخلف الوحد حد يقول لي طب احنا ليه ما جبناش للوجهين مع بعض اقوله لان هنا في ترتيب وهنا في ترتيب لو كانوا اللي اتنين نفس الترتيب كنت كذبت هنا عيد الاوجه اتنين والترتيب بتاعي لكن بما ان ده ترتيب وده ترتيب كان لازم اجيب عدد الابر الواجه الامام الوحده وعدد ابر الواجه الخلف الوحده وعن طريق قانون عدد الابر الشغالة بتساوي العرض خمسين في اتنين على خمسة الجوج عشرة عدد الاوجه واحد لان انا بجيب للوجه الامامي في واحد على اتنين واحد دي اللي هي الابر الشغالة واتنين دي اللي هي مجموع الاجزاء زي ما عملت للامامي هعمل الخلفي بس هضرب في اتنين على تلاتة لان انا عندي ترتيب الابر الشغالة اتنين والواحد ده اللي مش شغال ملوش اي قيمة يبقى هضرف في اتنين الشغال وهقسم على تلاتة اللي هي مجموع الاجزاء جبت عدد ابر الواجه الامامي وعدد ابر الواجه الخلفي وجمعتهم مع بعض اداني عدد الابر الشغال ده كده اول جزء من المسألة انا لغاية دلوقتي ما جبتش حاجة من المطلوب انا كنت كل ده بمهد المسألة بتاعتي وخطوات لازم تتعمل وبيبقى عليها درجات ليه هل ينفع ان انا جيب قانون وزن من غير ما جيب عدد ابر طبعا لا هو مش هيقول لي وجد عدد الابر هو قال لي وجد الوزن لكن لازم فيه خطوات انا بعملها الاول هل هو قال لي وجد عدد القطع ما قالش بس انا لازم هجيبها لاني هحتاجها يبقى نتعود نفسنا دايما بخطوات انا بامشي عليها حاجات اساسية ما بتتغيرش عندي لازم اجيبها قبل ما ابدأ الحل هو طالب مني بعد كده اول حاجة قدامنا وزن الخيط البلوفر الواحد بالرطل هو ده اللي انا هكمل عليه بس كان قبل ما اجيبي الوزن لازم احضر المسألة واعمل كل اللي انا عملته يبقى الخطوة اللي بعد كده هقول له وزن الخيط للبلوفر الواحد بالرطل لان هو عايز البلوفر الواحد وزنه بالرطل اول حاجة عندي ده قانون ترقيمه ايه دينير تمام يبقى النمرة دينير بتبقى فوق وتحت 9000 ده الرقم السابت في مش هقول بقى العرض بالسانتي في 2 على 5 في الجوز في عادي الاول لان انا شلتهم وجبت عدد القبر الشغالة في طول الغرزة اللي هي طه في عدد اسطر السانتي في طول القماش بالسانتي وهقسم على 100 يبقى كده الطول بالمتر يبقى انا كده جبت وزن بجرام لا ده انا عايزة بايه بالرطل طب احنا فاكرين في جدول الموازين لما قلنا ان الواحد رطل فيه 453.6 جرام اه فاكرين يبقى هقسم هنا على 453.6 عشان احاول الوزن من جرام الى رطل وهبدأ اعوض هنا اهو صارت تكسر كبيرة عندي النمرة دينيار هشيلها وحط 300 لانه هو قال النمرة 300 في عدد الابر احنا جمعناها 233 جات من 233 قلنا المية للوجه الامامي والمية وتلاتين 33 للوجه الخلفي فيه متوسط طول الغرزة 75 من 100 فيه عدد اسطر السنتي 10 فيه طول البلوفر الواحد لان انا عايزة بلوفر واحد يبقى طول البلوفر الواحد 140 تمام على 100 وهقسم على 453 وستة من عشرة عشان احوله الى رطل وهضرب في 104 على 100 اللي هو كيمة الستهلك بتاعتي وهتطلع تساوي واحد 186 من الف رطل انا كده جبت وزن البلوفر الواحد طب لسه بيقول لي عندك كوت تمام قال للكوت كام 15 من مية بقول له وزن البلوفر الواحد بعد اضافة الكوت هتساوي الوزن قبل الكوت اهو 186 من الف زائد مو بدان قال لي اضافة ناخد بالنا من الكلمة دي عشان في طلبة كتير بتطلق بتقول له انا هضرب ولا هجمع ولا هطرح لقال لي اضافة يبقى لازم اجمع زائد 15 من 100 اللي هو وزن الكوت هيساوي 33 من 100 رطل يبقى انا كده جبت له المطلوب الاولاني ده كده المطلوب الاولاني اللي هو وزن البلوفر الواحد اللي هو اطلع لي كام 33 من 100 رطل المطلوب التاني قدامنا هو وزن الخيط للكمية كلها يبقى انا جبتة هو قدامنا الكنطالي بالاولاني وزن الخيط للبلوفر الواحد بالرطل طبعا احنا عملنا خطوات كتيرة عشان اقدر اوصل للمطلوب الاولاني بس كلها خطوات سهلة لو احنا ركزنا فيها نلاقيها سهل طيب عايز الخطوة التانية او المطلوب التاني وزن الخيط للكمية كلها طب احنا اتفعنا ان الكمية كلها كانت كام كانت 1800 قطعة والقطعة الواحدة وزنها كام 33 من مي يبقى هقوله المطلوب التاني اهو وزن الخيط للكمية كلها القطعة الواحدة كان وزنها كام اهي 33 و30 من مي مظبوط طب انا عندي عدد القطع ايوه احنا قلنا 150 دستا ودربناها في 12 طلعتلي 1800 قطعة اهو هتساوي 594 رطل يبقى انا كده كمان جبت له المطلوب التاني اللي هو ايه اول حاجة جبت له المطلوب الاول وزن البلوفر الواحد وبعد كده جبت له وزن البلوفر اه وزن الكمية كلها من وزن البلوفر ده دربته في عدد القطع تمام عندي بعد كده اجرت اول ايز هنا جملة تكاليف رقم 3 طب انا عشان اجيب جملة التكاليف لازم اجيح بكل جنيه صرف كلمة جملة التكاليف دي معناها ايه معناها 8 خمات واجور ومصاريف دي اسمها جملة تكاليف يبقى معنا كلمة جملة تكاليف بتشمل 8 خمات واجور ومصاريف 8 خمات يعني هشوف كمية الوزن اللي طلعت لي وهضربها في 8 دي اسمها 8 الخمات طب وما لقى الاجور عندي اجرة لف وتدوير اجرة تشغيل اجرة تفصيل اجرة كاي ولو انا عندي زراير وعدة الزراير وتمنها كل ده انا بحسبه وبجمعه وبضيف عليه كمان المصاريف الغير مباشرة ايه المصاريف الغير مباشرة في بعض المسائل يقول لي عندك مصاريف غير مباشرة مثلا 1000 جنيه ايه المصاريف الغير مباشرة دي الكهرباء اللي اشتغلت عشان خاطر تشغل المصنع احنا ما حسبناهاش تبقى مزين من ضمن المصاريف الغير مباشرة العامل اللي تعد وراح التأمين واخد علاج واخد اجازة في اليوم ده يبقى ده من ضمن المصاريف الغير مباشرة الميا اللي العمال استهلكتها ويا شغالة من اللي هيتصح اجرتها يبقى طبيعي انها من المصاريف الغير مباشرة يبقى ايه المصاريف الغير مباشرة هي الخدمات التي تصرف لتكملة المنتج تاني يبقى احنا دلوقت جملة التكاليفة تبقى شاملة 8 خمات واجور ومصاريف طيب هنبدأ بقى عشان يجيب جملة التكاليف ايدي رقم 3 اهي رقم 3 قال لي جملة التكاليف وقلت عشان اجيب جملة التكاليف لازم اجيب اول حاجة ثمن الخامات ثمن الخامات انا عندي كم رطل عندي 594 رطل اهو قال لي والرطل كان ب17 جنيه بقى 594 في 17 يبقى دي اسمها ثمن الخامات جنيه اه دي اول حاجة تطلع علي بالجنيه هرقمها يبقى دي رقم واحد يبقى رقم واحد انا جبتها في جملة التكاليف ما هو جملة التكاليف دي احنا اتفقنا انها شاملة كذا حاجة يبقى دي اول حاجة في جملة التكاليف هي ثمن الخامات طيب ايه تاني بعد كده بعد ثمن الخامات عندي اجرت اللف والتدوير دي تاني حاجة عندي عندي خمسمية اربعة وتسعين رطل والرطل اتلف بجنيه قال لي اجرت اللف بتاعته جنيه يبقى خمسمية اربعة وتسعين في واحد بخمسمية اربعة وتسعين جنيه ودي هتبقى رقم ايوة اتنين في جملة التكاليف عندي بعد كده اجرت التشغيل قال لي اجرت التشغيل تلاتة جنيه للقطعة وانا عندي كم قطعة عندي 1800 قطعة يبقى تلاتة في 1800 هتساوي ال5400 جنيه ودي هتبقى رقم تلاتة طيب عندي بعد كده قال لي اجرت التسطيب كل دي من اجمال التكاليف بتاعتنا اجرت التسطيب قال لي 15 جنيه دستة طيب وانا عندي كم دستة عندي 150 دستة يبقى 15 في 150 وطلعت معنا وبرضو بدان بالجنيه يبقى هنرقم هدي رقم 4 يبقى جملة التكاليف بس هنا ما تدينيش مصاريف ما قاليش ان عندك مصاريف غير مباشر هبدأ اجمع من اول رقم واحد عرفتوا بقى احنا ليه حطينا رقم يعني انا هنا حطيت في جملة التكاليف ثمن الخامات دي رقم ايه واحد وبعد كده كملت اجرة اللف والتدوير اتنين اجرة التشغيل تلاتة اجرة التسطيب اربعة وبعد كده بقول جملة التكاليف هتساوي هجمع من اول رقم واحد ادي رقم واحد كانت ثمن الخامات اهي زائد رقم اتنين كانت اجرة اللف والتدوير زائد زائد رقم تلاتة كان اجرة التشغيل زائد رقم اربعة هي اجرة التشطيب بتاعتي وهتساوي في الاخر المجمل بتاعي اهو 13482 جنيه يبقى انا كده جبت اجمالي التكاليف او جملة التكاليف يبقى انا كده جبت بصنا المسألة جبنا اول حاجة وزن الخيط للبلوفر الواحد بالرطل ومنه ضفنا عليه كمان وزن الكود بتاعي عشان يبقى وزن البلوفر كله وبعد كده جبنا وزن الخيط للكمية كلها ان انا ضربت وزن البلوفر الواحد في عدد البلوفرات وبعد كده جبت جملة التكاليف جمعت كل الجنيهات اللي انا حسبتها وعايز اخر حاجة رقم اربعة سمن بيع البلوفر الواحد طبعا بعد اضافة الارباح يبقى دي اخر حاجة عندي اللي هو بيساوي ايه جملة التكاليف اللي انا طلعتها اهي 13482 قال لي نسبة الربح 25% يبقى 125% على 100 وعدد القطع بتاعتي 1800 قطعة وهيطلع لتسعة وثلاثة من عشر جنيه يبقى انا كده جبت اخر حاجة عندي سمن بيع البلوفر الواحد بعد اضافة الارباح خدت جملة التكاليف اللي هي جمعناها كلها من هنا ضربتها في نسبة الربح زائد مية على 100 وعدد القطع بتاعتي 1800 وتلعي التسعة وتلاثة من عشر طبعا ما كتبتش القانون لان احنا متعودين عليه قبل كده ده احنا بنهي الباب يعني المفروض واخدينه قبل كده قزة مرة احنا عندنا قانون سمن بيع البلوفر الواحد بعد اضافة الارباح بيساوي جملة التكاليف في نسبة الربح زائد مية على 100 في عدد القطع طبقنا وطلعنا سمن بيع البلوفر طبعا مسألة جميلة جدا وانا كنت سعيدة جدا لما جالي رقمها عشان تتحل فاتمنى ان اللي طلب المسألة يكون معانا في الحلقة وامتابع الخطوات خطوة خطوة ولو فيه اي استفسار طبعا بيرجع لنا لها دي كانت احد مسائل تكاليف الانتاج اللي احنا بنستخدمها على الماكينات المستصيلة طيب نكمل مع بعض ونشوف المسألة اللي جاية بتقول اين التمرين عندي ده موجود صفحة 77 بيقول لي مصنع تريكو طول يبقى منه ربعميد بلوزة الربعميد بلوزة دول منقاطن رقم 20 سعر الرطل منه 22 جنيه وتحتاج كل بلوزة قماش بعرض 60 سنتي وطول 2 متر وخمس زراير ايوا فاكرين لما قلني دلوقتي في الاجور بتاعتنا انا بحسب كل جنيه صرف يعني دي الزراير دي ليا بدفع 8 وخمس زراير سعر الواحد خمسين قرش والمكينة المستخدمة جوج 12 والتشغيل من الوجهين وطول الغرزة 1 سنتي وعدد أسطر السنتي 16 سطر واستهلاك اللف 8% يبقى تاني المسألة بتقول لي مصنع تريكو طلب منه ربعميد بلوزة من قطن يعني نوع الخامة قطن رقم 20 سعر الرطل منه ايوا 22 جنيه وتحتاج كل بلوزة وماش بعرض 60 سنتي وطول 2 متر وخمس زراير سعر الواحد خمسين قرش والمكينة المستخدمة جوج 12 انجليزي التشغيل من الوجهين وطول الغرزة 1 سنتي وعدد أسطر السنتي 16 سطر واستهلاك اللف 8% نكمل مع بعض المسألة قال لي أجرة اللف والتدوير 1 جنيه للرطل أجرة التشغيل 2 جنيه للمتر وأجرة التفصيل 3 جنيه للبلوزة مصاريف 50 جنيه المطلوب ثمن بيع البلوزة بعد إضافة 20% أرباح يبقى المسألة هنا بيقول لي أن أنا عندي 400 بلوزة الربعمية دول بعرض 60 وطول 2 متر وعايز يجيب لي برضو إجمالي التكاليف وتمن البيع بعد إضافة الأرباح طيب ندق كده بحال المسألتنا وهنشوف الخطوات بتاعتنا بتاعت الحل أول حاجة هقول له الطول الكل بالمتر آه عشان أعرف الكمية اللي عندي دي طولها قد إيه عشان أقدر أحسب وزنها هو قال لي 400 بلوزة آه قال للبلوزة الواحدة كام 2 متر يبقى 400 في 2 هتساوي 800 متر طب جبنا دا منين ما أنا عندي كنتم أخذين القانون قبل كده بيقول لي الطول الكل بالمتر بيساوي عدد القطع في طول القطع بالمتر عدد القطع في طول القطع بالمتر طبعا المسألة هنا دي مباشرة يعني ما فيقاش ولا ترتيب إيبر ولا ترتيب خامات ولا أي حاجة يبقى أول حاجة هقول له الوزن بالرطل للكمية كلها طبعا نوع الخامة قطن يبقى بكتب الوزن بالرطل عادي نكتب القانون مع بعض كده ده ملك القوانين اللي لازم يتحفز العرض بالسانتي في 2 على 5 في الجوج في عدد الأوجه في طه اللي هي متوسط طول الغرزة في عدد أسطر السانتي في طول القماش بالسانتي على 100 ده كده بالمتر بضرب فيه 35 على 32 عشان أحاول المتر إليه يرضى بضرب تحت فيه نمرت الخيط فيه الطول السبت يبقى أنا كده كتبت القانون هبدأ أشيل كل كلمة وحط رقمه تمام أهو شرط تكسر كبيرة أهي هشيل العرض بتاعي وحط 60 في 2 على 5 الجوج 12 عدد الأوجه 2 طول الغرزة 1 عدد أسطر السانتي 16 الطول احنا قلنا الطول كام 800 بس يجيب المتر وأنا بقول هنا القانون الطول القماش بالسانتي بقى 800 في 100 ليه في 100 علشان خاطر أنا عندي هنا الطول بإيه بالمتر والقانون هنا طول القماش بالسانتي فلازم أضرب في 100 على 100 في 35 على 32 تحت نمرة الخيط 20 في الطول السابي 840 لأ ده أنا عندي كمان نسبة استهلاك 8% يبقى في 108 على 100 يبقى أنا العرض شرت العرض وحطيته العرض بالسانتي في 2 على 5 في الجوج في عدد الأوجه في طول الغرزة في عدد أسطر السانتي في طول القماش بالسانتي فعشان كده ضربت ب100 عشان يبقى بالسانتي في 35 على 32 وتحت على 100 على نمرة الخيط اللي هي 20 و 840 عشان دي قط ضربت في 108 على 100 عشان نسبة الاستهلاك وشوف هتحسبها على الآلة هتطلع 518 و 4 من 10 رطل أنا كده جبت الوزن أبدأ أجيب له 8 يبقى 8 أو 8 الخامات قال للرطل ب22 جنيه يبقى 518 و 4 من 10 مضروبة في 22 وطلعت الناتج بتاحه طيب زي ما اتفقنا بقى ثمن الخامات دي هتبقى رقم ايه ايوة ثمن الخامات هتبقى رقم واحد طيب عندي بعد كده زرايا قال لي عندك 5 زراير يبقى هقول له عدد الزراير ما أنا هبدأ أحسب الأجور بقى عشان يجيب جملة التكاليف عدد الزراير انا عندي كم زرار ايوة قال لي عندك الخمس زراير ويعندي 400 بلوفر او بلوزة يبقى 5 في 400 بألفين زرار ثمن الزراير طب بحدش يقول لي بقى احنا ما رقمناش دي ليه 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 ما رقمناش دي لان دي مش بالجنيه انا برقم اللي بالجنيه يبقى هقول له ألفين زرار والزرار بخمسين قرش وانا بشتغلش بالقرش انا بشتغل بالجنيه يبقى بخمسين على مية هتساوي ألف جنيه دي كده هتبقى رقم اتنين شفتوا رقمنا دي ما رقمتش الزراير لان الزراير دي مش من ضمن الأجور لكن رقمت التمن تمن الزراير طيب عندي بعد كده أجرت اللف والتدوير قال لي أجرت اللف والتدوير عندنا جنيه يبقى خمسونية وطمانتاشر واربعة من عشرة في جنيه يبقى هتساوي خمسونية وطمانتاشر واربعة من عشرة جنيه ودي هتبقى رقم تلاتة يبقى انا جبت الطول الكل بالمتر بعد كده جبت الوزن بالرطل الكمية جبت لهم التمن فرقمته رقم واحد جبت عدد الزراير وما رقمتش عشان دي عدد مش مبلغ مش تمن جبت تمن الزراير رقمته دربت عدد الزراير في خمسين على مية عشان انا بشتغلش بالقرش بشتغل بالجنيه وبعد كده جبت أجرت اللف طب هكمل وهجيب أجرت التشغيل اللي قال لي اتنين جنيه للمتر يبقى هقول له أجرت التشغيل اتنين جنيه للمتر عندي تمنمية متر يبقى تمنمية في اتنين بألف وستمية جنيه ايوة دي هتبقى رقم كم دي رقم اربعة ناخد بالنا قوي من الارقام عندي بعد كده قال لي أجرت التفصيل تلاتة جنيه يبقى أجرت التفصيل تلاتة جنيه للبلوزة طب انا عندي كم بلوزة عندي ربع مية يبقى تلاتة في ربع مية بألف وميتين جنيه ودي هتبقى رقم خمسة فيه أجور تانية عندي لا مفيش لكن قال لي عندك مصاريف خمسين جنيه يبقى مصاريف خمسين هحطها اهي وهرقمها زيهم عشان أجمحها معي هاجي هنا أقول له جملة التكاليف جملة التكاليف احنا اتفقنا هتبقى شاملة ايه شاملة تمن خمات تمن زراير اجرت لف وتدوير اجرت تشغيل اجرت تفصيل وكمان مصاريف طيب نبدأ اول حاجة تمن الخمات بتاعتي اهي زائد تمن الزراير 1000 جنيه زائد اجرت اللف والتدوير اهي زائد 1600 اجرت التشغيل زائد 1200 اجرت التفصيل زائد 50 المصاريف وهيطلع الرقم بتاعي اهو 15 1773 واثنين من عشر جنيه انا كده جبت جملة التكاليف يبقى اخر حاجة هقول له سمن بيع البلوزة بعد اضافة الارباح قال لي نسبة الارباح كام 20% يبقى اهيه جملة التكاليف بتاعتي 15773 واثنين من عشرة ونسبة الربح 20% يبقى 120 عالمية وعدد البلوزات 400 وهتطلع 47 جنيه يبقى احنا كده حلينا المسألة بتاعتنا ياريت نكون استفدنا من المسألة بتاعتنا طبعا مسألة دي سهلة جدا ومباشرة غير الاولانية الاولانية كان فيها ترتيب ابر وعلشان خاطر كان فيها ترتيب ابر اطلقنا ان احنا نجيب عائد الابر الشغالة من الواجه الاولاني الوحده وعاد الابر الشغالة من الواجه التاني الوحده وبعد كده جمعتهم مع بعض وبدأ تكمل بقية المسألة بتاعتي لقيت الوزن بتاعتها عايز بالرطل وده دينيار فاتريت ان انا حول الوزن بتاعي فاسمت على 453.6 من عشر احنا كده خلصنا جزء كبير جدا منها وهناخد مسألة مع بعض دلوقتي ونشوف فكريتها في ايه ونحلها مع بعض دي تمارين عندي بتقول لي ايه مطلوب تشغيل 192 فستان طول الفستان 2.5 متر وعرضه 60 سنتي الماكينة نمرت 12 انجليزي وعدد اسطر السنتي والقبر من الواجهين طول الغرزة عندي 75 من 100 بترتيب 12 سنتي ورستد نمرته 18 ثمن الرطل منه 30 جنيه ثم 4 سنتي قطن ايوان نمرته القطن ده نمرته كان 48 على 2 ثمنه 25 جنيه للرطل والاستهلاك 4% تاني المسألة تاني بتقول لي مطلوب تشغيل 192 فستان يعني الكمية بتاعتي المطلوبة 192 فستان الفستان الواحد طوله 2.5 متر فستان الواحد 2.5 متر عرضه 60 سنتي الماكينة نمرت 12 انجليزي وعدد أسطر السنتي 16 والقبر من الوجهين طول الغرزة 75 من 100 سنتي بترتيب 12 سنتي وورستيد نمرته 18 وثمن الرطل منه 30 و4 قطن با احنا لازم نعرف دلوقتي ان الفستان بتاعي نوعين ايه هما النوعين عندي وورستيد وقطن بس الاتنين وازن برطل عادي نفوقش مش مشكلة بس لازم اعمل لهم مجموع الاجزاء نمرت القطن 48 على 2 ثمن 25 جنيه للرطل وعندي استهلاك 4% نكمل مع بعض المسألة بيقول الانتاج يتم على مكينتين يعني عندي الانتاج بتاعه يشتغل على مكينتين ايه هما مكينتين سرعتها 40 سطر لكل دقيقة يعني المكينة الوحدة سرعتها 40 سطر لكل دقيقة ساعات العمل بتاعتي اليومية 8 ساعات اجرة اللف 1 جنيه للرطل من النوعين يعني القطن 1 جنيه والورستيد 1 جنيه اجرة التشغيل اليوم اجرة التشغيل للعامل 40 جنيه في اليوم استهلاك ماكينات 3 جنيه لكل ماكينة في اليوم اجرة التفصيل 3.5 جنيه للفستان وعندي مصاريف 354 من 10 جنيه وعندي 24% المطلوبة عندي ايه تكاليف الانتاج وثمن بيع الفستان الوحد يبقى نتكلم مع بعض كده على مسألتنا المسألة دي عبارة عن 192 30 فستان الفستان ده مصنوع من خمتين ايه هما الخمتين الورستد والقطن بترتيب مدين الورستد لترتيب والقطن ليه ترتيب الورستد 12 والقطن 4 ومدين لده نمرأ ولده نمرأ طبيعي بدام الخامة اختلفت يبقى طبيعي هيكون ليها قانون وزن مختلف ليه لان الرقم السابت مختلف حتى لو كانوا الاتنين وزن سابت يعني عندي القطن والورستد الوزن سابت لكن ده لي طول وده لي طول يبقى لازم يكون ليه طول سابت يبقى انا هتطبق قانونين قانون الوزن الورستد وقانون الوزن مين القطن تمام عندي بعد كده بيقول لي التشغيل بيتم على مكانتين يبقى انا لازم هيبقى في عندي عدد ايام طبيعي لانه قال لي كمان عندك استهلاك مكينات ببدأ احسبه واجمعه عشان اقدر احدد جملة التكاليف احنا اتفقنا جملة التكاليف دي شاملة ايه شاملة تمن خمات وجور عمال ومصاريف ادارية او مصاريف نسرية وبعد كده بجيب تمن البيع بعد اضافة الارباح طيب نشوف ايه كده خطوات المسألة هتقول لنا نعمل ايه دي احنا كنا خدناها من بداية الباب وانا حبيت ان انا انهي بيها في نهاية الباب عشان نفضل دايما فاكرنا خطوات الحل بتقول لي ايه اول حاجة بجيب ايجاد مجموع الاجزاء للابر او الالوان او الانواع طبعا للابر زي ما احنا خدنا من شوية كان عندي فيه ترتيب ابر للوجه الامامي وترتيب ابر للوجه الخلفي عشان كده جيبنا ايه مجموع الاجزاء للابر والالوان يعني لو هو قال لي عندك احمر واخدر اصفر وزرق اخدر وبرتقاني يبقى طبيعي ان كل نوع بدام قال لي فيه الوان يبقى اكيد كل لون هيبقى بتم اول انواع يعني لو انا عندي اوتن ووريس زي المسألة بتاعتنا دي او تيكس ومتري او متري ودينيار يبقى ايا كان النوع بتاعي يبقى انا اول خطوة بجيب ايجاد مجموع الاجزاء للابر او الالوان او الانواع ياريت الخطوات دي تتحفز كويس لان هي اللي انا بمشي عليها في حل المسألة الخطوة التانية ايجاد الطول الكل بالمتر اللي احنا نسا جبينه اكتر من مرة اللي هو بيساوي عدد القطع في طول القطع بالمتر عدد القطع في طول القطع بالمتر تالت حاجة ايجاد الوزن والثمن طبعا بجيب وزن الخامات ايا كان بقى وزن برطل وزن بكيلو جرام ايا كان وزنه بجيب له الوزن واجيب له التمن وبعد كده بجيب الاجور بجيب الاجور وخامس حاجة بجيب جملة التكاليف اللي هي ثمن الخامات والاجور والمصاريف واخر حاجة بجيب تكلفة القطع وتمن بيعها بعد اضافة الارباح يبقى تاني الخطوات بتاعتي اللي انا لازم اكون حفظها كويس وامشي عليها في اي مسألة جدي لاني دايما يجي يقول لي عملي مؤيس طب انا هعمل مؤيس ازاي لازم يبقى فيه خطوات انا مشي عليها ايه الخطوات اللي انا بمشي عليها اول خطوة بجيب مجموع الاجزاء للابر او للالوان او للانواع الخامات مختلفة ودايما بيجي لي حاجة منه يعني صعب اول ان هو يجيب لي مسألة مباشرة كده من غير اي حاجة لازم يجيب لي فيها تك صغيرة فيها ترتيب ابر بالمتر الخطوة التالتة او الخطوات اللي انا مشي عليها الخطوة التالتة بجيب الوزن بالرطل للكمية كلها وبعد كده بجيب له التامن بجيب الوزن والتامن وبعد كده الخطوة اللي بعدها بجيب الأجور ابدا احسب كل جنيه صرف أجور عمال أجور تشغيل أجور التفصيل أجور الكي أجور التغليف اي أجور اتصرفت هو متدهاني بachسب ولو في عدد زراير بحسبها لو في 8 زراير 8 عراوي اي اجور انا ببدأ احسن بعد ما بحسب الاجور بجيب بقى بعدها جملة التكاليف جملة التكاليف دي شاملة ايه 8 خمات واجور ومصاريف ومن جملة التكاليف دي بجيب 8 البيع بعد اضافة الارباح دي خطواتنا في اي مسألة عادية بنبقى ماشين به اللي اذا هو جي طلب مني واحد كزا اتنين كزا هبدأ اطوع الخطوات اللي قدامي دي لحل المسألة طيب نشوف كده بداية حل المسألة بتاعتنا دي هيكون ازاي احنا اتفقنا ان احنا بنعمل مجموع الاجزاء طبعا انا عندي مجموع الاجزاء هنا 12 ورستد و4 قطن يبقى 12 زاد 4 هتساوي 16 يبقى دي اول خطوة عندي هي مجموع الاجزاء الخطوة اللي بعدها الطول الكلي بالمتر الطول الكلي بالمتر احنا قلنا بيساوي عدد القطع في طول القطع عدد القطع عندي قال لي 192 فستان والقطع الواحدة طولها 2.5 متر يبقى 192 في 2.5 طلعت 480 متر الخطوة اللي بعدها بجيب الوزن بالرطل طبعا قانون الوزن بالرطل هيبقى واحد للتنين لان دي ورستد ودي قطن لكن في التعويض هيختلف انا عندي الوزن بالرطل بيساوي العرض بالسانتي في 2 على 5 في الجوج في عدد الاوجه في طه اللي هي متوسط طول الغرزة في عدد اسطر الصانتي في طول القماش بالسانتي على 100 عشان يبقى بالمتر في 35 على 32 عشان احاول المتر الى يرضى وبقسم تحت نمرت الخيط حسب نوعها بقى والطول السابت حسب نوعها يعني لو نمرت الخيط ورستد هحط 560 الطول السابت لو هي قطن هحط 840 اكمل مع بعض اهو شلت العرض حطيت 60 في 2 على 5 الجوج 12 عدد الاوجه 2 طول الغرزة 75 من 100 عدد اسطر الصانتي 16 طول القماش بالسانتي ده 480 متر فعشان كده دربت في 100 على 100 في 35 على 32 وتحت نمرت الخيط 18 ولانها ورستة دربت في 560 وناخد بالنا كويس قوي ان احنا ما ننساش ان في عندي نسبة استهلاك نسبتها 4% فبدرب في 104 على 100 وكمان مجموع الاجزاء الورستة نسبته كام 12 يبقى 12 على 16 جات من الـ 12 على 16 هو قال لي الورستة 12 والقطنة 4 جمعت له انا في البداية 12 زائد 4 داني 16 يبقى مجموع الاجزاء 12 على 16 وهتطلع 288 من 10 رطل انا كده جبت وزن الورستد وهجب له التمن قال لي 8 الرطل 30 جنيه يبقى ثمن الورستد 288 من 10 ضربتها في 30 طلعت لي 8,424 جنيه ودي هتبقى طبعا رقم واحد لان دي 8 أول خامة طلعت لي نكمل مع بعض طيب هنبدأ نحط برضو قانون الوزن بالرطل اللي هي الخامة التاني اللي هي العرض بالصمتي في 2 على 5 في الجوج في عدد الأوجه في طول الغرزة اللي هي طه في عدد أسط والصمتي في طول القماش بالصمتي بقسم عالمية بدرب في 35 على 32 عشان نحاول المتر إلى يرضى وبقسم تحت نمرت الخيط في الطول السبت هجيبي الوزن بالرطل للقطن هبدأ أشيل كل كلمة وحط رقم 8 العرض عندي 60 في 2 على 5 الجوج 12 عدد الأوجه 2 طول الغرزة 75 من 100 عدد أسط والصمتي 16 في طول القماش 480 طبعا لانه بالمتر ده ربط في 100 على 100 في 35 على 32 وعندي نمرت الخيط 16 في 840 وناخد بالنا برضو ان انا عندي استهلاك 104 على 100 وناخد بالنا ان انا عندي نسبة القطن كام 4 يبقى انا هاضرب في 4 على 16 المرة اللي فاتت انا ضربت في 12 على 16 ليه ضربت في 12 على 16 عشان كنت بجويب وزن الورستد وانا عندي ترتيب الورستد 12 يبقى في 12 على 16 اما بالنسبة ليه القطن كان الترتيب بتاعها 4 يبقى عشان كده ده ربط في 4 على 16 طلعين اللي هنا الوزن بتاعي 46.8 من 10 رطل التمن انا قلت ان التمن الرطل القطن 25 جنيه يبقى 46.8 من 10 في 25 هتساوي 1170 جنيه ودي هتبقى رقم 2 طيب نكمل مع بعض عايزة اجيب عدد الايام عدد الايام بده مقاللي فيه عندك المكان عدد ماكينات وفيه سرعة لازم تعرف ان انت هتجيبي عدد ايام عدد الايام بتساوي ايه الكمية المطلوب انتاجها على الانتاج اليوم تمام الانتاج اليومي بقى ده بالمتر الكمية المطلوب انتاجها عارفينها عندنا 192 فستان او 480 متر طب الانتاج اليومي بالمتر بقى بيساوي ايه السرعة لكل دقيقة في 60 في عدد ساعة العمل في عدد الماكينات ولو انا عندي ورديات كمان بوضيف عدد الورديات بس دايما بيدينا عدد الورديات واحد على عدد أسطر الصمت في مية هشيل السرعة وحط 40 لان قال للسرعة 40 سطر الكل دقيقة وناخد بالنا قوي لو هو قال للسرعة في الساعة انا مش هحط 60 ليه لان انا كده سرعة الديقة في 60 انا كده حولتها لساعة طب هو مدهني بالساعة يبقى في الحالة دي انا ما حطش الستين يبقى السرعة الكل دقيقة في 60 اهي يبقى السرعة عندي 40 والستين هتنزل زي ما هي عدد ساعات العمل 8 عدد الماكينات 2 عدد أسطر الصمت 16 وبضرب في مية طلعتها 24 متر يبقى تاني عدد الايام بتساوي الكمية المطلوب انتاجها او الانتاج الكل على الانتاج اليوم الانتاج اليوم بالمتر بيساوي السرعة الكل دقيقة في 60 في عدد ساعات العمل في عدد الماكينات وفها على عدد أسطر الصمت في 100 شرت السرعة حطيت 40 في 60 في 8 عشان عندي عدد ساعات العمل 8 عدد الماكينات 2 عدد أسطر الصمت 16 في مية طلعت 24 متر يبقى انا كده جبت الانتاج اليومي عايز اجيب بقى عدد الايام عدد الايام عندي انا قلت الكمية المطلوب انتاجها او الانتاج الكل الكمية المطلوب انتاجها او الانتاج الكل عندي حكتين عندي 192 فستين وعندي 480 متر ما هاخد الاولانية ولا التانية يبقى اللي هيحدد لي عليه اللي هيحدد هو التانية ليه؟ لان انا عجبت الانتاج اليوم بالمتر يبقى انا لازم اللي فوق يبقى متر واللي تحت متر يبقى عدد الايام هتساوي 480 متر على 24 متر اللي هو الانتاج اليوم اللي احنا لسه جايبينه طلعت 20 يوم طيب ابدأ بقى جيب الاجور قال لي عشان نجيب الاجور احنا عندنا اجرة اللف والتدوير جنيه لكل النوعين طيب احنا عندنا النوع الاولاني كان سوفورستين كان وزنه 288.10 ده ربط في واحد هيطلع لي 288.10 جنيه ده كده الاجرة الاولانية اللي هي اجرة التدوير طيب القانون التاني كان اجرة تدوير القطن اجرة تدوير القطن 46.8 واندربها في واحد برضو لانه هو قال النوع التاني برضو واحد يبقى 46.8 جنيه ده كده رقم اربعة يبقى احنا جيبنا رقم واحد كانت 8 الورستين او 8 الصوف الورستين والتانية كان 8 القطن رقم تلاتة هنا اجرة تدوير الورستين خدت وزن الورستين ودربته في واحد تلاقي لي 288.8 اجرة تدوير القطن خدت برضو وزن القطن اللي هو 46.8 ودربتها في واحد تلعت 46.8 وتمانية من عشرة جنيه دي طبعا لقم اربعة اجرة التشغيل بقى قال لي اجرة التشغيل اتنين جنيه في اليوم اتنين جنيه في اليوم طيب انا عندي كم يوم تمام عندي اليوم كام عندي عشرين يوم تمام يبقى اربعين في عشرين في اتنين وهتطلع لي الف وستمائد جنيه طيب نكمل مع بعض لانه قال لي اربعين جنيه في اليوم قال لي استهلاك مكينات اتنين اه تلاتة جنيه في اليوم طب انا عندي كم مكنة عندي مكنتين ويه تلاتة جنيه وعشرين يوم تاني قال لي استهلاك مكينات تلاتة جنيه في اليوم طيب انا عندي كم مكنة عندي مكنتين وانا عندي الاجرة بتاعتهم كم تلاتة جنيه وانا عندي كم يوم عشرين يبقى اتنين في تلاتين في عشرين كانت الاولانية هنا عندي الخطوة اللي قبل كده نشوفها تاني كانت اجرة التشغيل عندي هنا قال لي 40 جنيه في اليوم طبعا للمكانة الوحدة طبعا عندي كم مكانة عندي مكانتين يبقى 40 في 20 في 2 الا 40 دي هي الاجرة وايه لعشرين هي عدد الايام وايه لتنين هي عدد الماكينات ناخد بالنا قوي لان لو احنا غلطنا في رقم هتضيع مننا المسألة جي قال لي استهلاك مكينات 2 في 3 في 20 جات منين الاتنين انا عندي مكانتين وايه التلاتة هي التلاتة جنيه وايه العشرين هي العشرين يوم بتوعي يبقى 120 جنيه ودي هتبقى رقم 6 مديني بعد كده اجرت التفصيل 3.5 للفستين طب انا عندي كم فستين عندي 192 فستين يبقى دي 672 جنيه نكمل مع بعض عشان وقتنا خلاص جملة التكاليف هبدأ اجمع كل اللي احنا قلنا عليه ده 8 خامات الورستيد 8 خامات القطن اجرت تدوير الورستيد اجرت تدوير القطن واجرت التشغيل كل الاجور اللي عندي واجرت استهلاك مكينات كله هنجمعه واجملة التكاليف طلعي تاهم عينة 12664 جنيه واخر حاجة بجيب سمن بيع الفستين بعد اضافة الارباح ليه جملة التكاليف ونسبة الربح 20% يبقى في 120 عالمية عندي عدد الفستين بتاعت تسترجعوا كل الحلقات القديمة وتراجعوا لقين الجزء ده مهم جدا ودايما المسألة الاساسية في الامتحان بتيجي على تكاليف الانتاج للمكنة المستطيلة دايما بيجي عليها اكبر من التلت يعني حوالي 25 درجة من 60 يعني اكتر من التلت بخمس درجات يبقى نحاول نركز اوه في الجزء الاولاني ده وان شاء الله في الحلقات القادمة باذن الله هنكمل طبعا مع بعض المنهج هنكمل تكاليف الانتاج على المكنة المستديرة ونشوف شكلها بيجي ازاي هنكمل كمان تكاليف الانتاج على التطريز وشكل المسألة ازاي وبنرسم ازاي كل ده هنعمله مع بعض على الهوى في طريق النجاح اتمنى لكم النجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة